ورجعنا لكم تاني مشاهدين عشان نبدأ يومنا النهاردة وصباح جديد وفقرة الصحافة النهاردة هيكون معنا الأستاذ أشرف البربري رئيس قسم الأخبار بجريدة الشروق صباح الخير يا فندم صباح الخير أهلا بيك أهلا بيك نهاردة هنسرد مع بعض الأخبار الموجودة في الجرائد نرجع نتكلم عن خبر خبر مع بعض أول خبر مشاهدين هو خبر في جريدة الشروق الخبر بيقول إخلاء سبيل 2 من القصر و14 مصابر من المنتهمي مجلس الشعب مجلس الوزراء الأخبار صفحة 18 بقرار من المشير وقف تنفيذ العقوبات ضد 90 من المحكوم عليهم عسكريا المصر اليوم صفحة أولى أحزاب وقوة سياسية تطالب بإلغاء مجلس الشورى لاختصار المرحلة الانتقالية الشروق صفحة 5 نواب الشعب يطرحون مبادرة سباعية للخروج من الأزمة السياسية أما الأهرام صفحة أولى مفاجآت في محاكمة مبارك والعدل المصر اليوم صفحة أولى النقد الدولي يتراجع عن زيارة القاهرة والجنزور يلجأ إلى الثماني الكبار الأهرام المالية تبحث تدبير 100 مليون جنيه لاستكمال انتخابات الشعب الأخبار صفحة 7 الإخوان والسلفيين والليبراليون حضروا جلسة افتتاح البورصة أما المصر اليوم صفحة أولى النائب العام يطعن في الحكم في قضية خالد سعيد للمطالبة بتشديد العقوبة الشروق وآخر خبر معنا نهاردة صفحة 4 عليق عبدالفتاح يروي للشروق تفاصيل 56 يوم في السجن أستاذ أشرف أول خبر موجود معنا وهو بجريدة الشروق خلال سبيل 2 من القصر و14 مصابي من متهم مجلس الوزراء تعليق حضرتك إيه عن الخبر ده؟ الخبر بتفاصيله اللي هو أنه فيه كمان 126 متهم محبوس لم تتحدد مصيرهم بعد بيكشف عن حجم الأزمة أو الأخطاء التي أدرت بها الحكومة أزمة مجلس الوزراء يعني لما يبقى عندنا قيمة المتهمين فيها قصر وفيها مصابين والمصابين الحقيقة تعرضوا كمان لمعاملة سيئة بما فيها كلبشتهم في أسرتهم في المستشفيات فالمسألة كانت سيئة لكن في نفس الوقت طبعا الشيء الإيجابي أنه احنا دايما بنفرح لكل إنسان يسترد حريته خصوصا إنهم يعني هؤلاء الناس لم نرى لهم اتهمات محددة لأنه كل الاتهمات الموجهة لهم استخدام القوة ضد موظف أداء العمل ومشعرف الإتلاف منشآت عامة كلها الحقيقة أهم جاهزة ومعلبة بيتم توجيها لأي حد بنمسكه في أي تجمع فإخلاق سبيلهم يعني ندعو الله أنه يتم إخلاق سبيل باقي المتهمين ويتم محاكمتهم بعد كده ما فيش مشكلة أنه القضايا يتعامل مع الملف بشكل نزيه وحر وإذا كان فيه شخص أخطأ يحاسب وإذا كان فيه الأبرياء يحصلوا على برائتهم في القضية مظبوط كده طب لو رحنا للأخبار فيه خبر في الأخبار في صفحة 18 بيقول بقرار من المشير وقف تنفيذ العقوبات ضد 90 من المحكومة عليهم عسكريا ده ممكن ننضمه للخبر بالضبط هو يعني من الأخبار المفرحة لكن وخصوصا أنه كمان حكاية المحبوسين بأحكام عسكرية اللي هم وصل عددهم لحوالي 12 ألف منذ بداية الثورة وحتى الآن كانت مصر استياء واسع فبرضو يعني تصفية هذا الملف تباعا أعتقد أنه هيبقى أمر جيد وإن كنت أنا أفضل يعني أنه بعض المتهمين اللي هم كانوا تمسكوا في قضايا بلطجة وخطف وقطع طريق وهم دول كانوا يشكلوا لحقيقة نسبة كبيرة من الناس اللي تم الأبضاء عليهم في الشهور الأولى لما ما كانش في شرطة وما كانش في نيابة وكاتل من نيابات محروقة والمحاكم مقفولة يجب أن يتم ليس الإفراج عنهم ولكن إعادة محاكمتهم أمام محاكم مدنية علشان يعقبوا لأنه لا يجب طبعا أنه نعملها أكازيون ونسيب كل الناس المدان والمجرم والشخص الذي أخذها ظلما أو أخذها بالصدفة وأعتقد أنه ده ممكن يرجعنا لأنه قصة أطفال الشوارع اللي هو نهاردة طفل بكرة هيبقى بلطجة لازم يكون فيه أجندة لإزاي إعادة تأهيله لأنه يكون الإنسان صار حول المجتمع كمان اتحولوا للأزمة لأنهم بقوا وقود في أي مواجهة يعني في المواجهات الأخيرة هم بقوا هم اللي يحولوا أي مظاهرة سلمية إلى مواجهة عنيفة بين الشرطة أو الجيش وبين المتظاهرين فده ملف بيحتاج طبعا إعادة تأهيل طبعا لكل أطفال الشوارع من الحكومة يعني المصر اليوم برضو أحزاب وقوة سياسية تطالب إلغاء مجلس الشرطة لإختصار المرحلة الانتقالية ويعتبر بالنسبة لك أنا عايزة أعرف بس يعني تعليقك إيه على الخبر ده الأول قبل ما نشرح كده أو نفش جاول موضوع يعني هو الحقيقة إنه إذا كان في حد عايز يختصر المرحلة الانتقالية فرفقا يعني مهلا في المبادرات قصرة هذه المبادرات تصير المزيد من الارتباك وتؤدي إلى يعني الأخباطة جديدة في المرحلة الانتقالية علشان كده يعني مجلس الشورى الحقيقة إحنا بنجهز لإعداد دستور الدستور الجديد ممكن يعني مسألة مجلس الشورى من وجوده من عدمه يمكن الدستور الجديد نتوافق على إنه عندنا غرفة تانية للبرلمان نسميها مجلس شيوخ نسميها مجلس شورى نسميها مجلس محافظات مجلس أمراء أي أنجة مجلس أعيان نسميها ما نسميها أو إن إحنا نكتفي بإنه بمجلس واحد والحقيقة لأنه طبعا هو أغلب أنظمة الأنظمة البرلمانية في العالم فيها مجلسين يعني البرلمانية تكون من مجلسين ابتداء من أمريكا اللي فيها نواب والشوخ حتى الأردن اللي فيها نواب وأعيان فالحقيقة وجود مجلس تاني ليست بدعة في حد ذاته والفترة ما هيش يعني كبيرة أو مفوط إبريل اللي جايها تبقى انتخابات الرئاسة بزرق ويوم 23 يناير هيكتمع المجلس الشعب الجديد بزرق قصرة المبادرات الحقيقة أنا يعني ما بحبس قوي يعني حالة سيولة المبادرات اللي كل حد بي نلغي مجلس الشورى نلغي المرحلة التالتة مش عارة نلغي مجلس الشعب مش عارف نعمل برلمان نعمل انتخابة الأسياة في 25 يناير بعد عشر تيان بس بنشطت نفسنا بقى بحاجات يعني حدوث كنا على المرحلة أنا من الناس التي ترى انه العملية السياسية في أقصاها وصولا لشهر يونيو 30 يونيو ليست طويلة يعني بالعكس يمكن لو أقرر انه نعمل انتخابات رئاسية مبكرة يخرج ان أقلنا نخوة سياسية تقول احنا مش جاهزين ده 25 يناير دي دي على الأبواب طب احنا ما عندناش مرشح جاهز احنا مش جاهزين ده كده معناه انه في مرشح ماه فرصته أفضل هندولوا أفضلية زي ما قلنا لما عملنا انتخابات مجلس الشعب وقلنا انه ما فيش غير الإخوان والإسلاميين هم اللي جاهزين فيعني المسألة الحقيقة محاولة يعني الأخوات المحاولة الانتقالية مش حاجة إيجابية طب الشروق نواب الشعب يطرحون مبادرة سبعية للخروج من الأزمة السياسية يعني ينعتبروا مخرج يعني هو الحقيقة المبادرة اللي طرحها الدكتور عمرة حمزة ودكتور مصطفى النجار أحدث وجوه البرلمان المصري وبرلمان الثورة بتقدم حل وسط ما بين الذين يطالبون بإجراء انتخابات رئاسية بعد أقل أو بدء الترشيح بعد أقل من شهر في 25 يناير وما بين رؤية المجلس العسكري اللي بتقول إنه يبقى تسليم السلطة في 30 يونيو لأنهم بيقولوا إن إحنا مجلس الشعب بمجرد ما يتولى مهامه في 23 يناير يبدأ يضع قانون انتخابات الرئاسية ثم في أول فبراير يتم فتح باب الترشيح لمجلس الانتخابات الرئاسية بمموازات إجراء انتخابات مجلس الشورى على فترة واحدة تنتهي في 15 فبراير وصياغة الدستور وصياغة الدستور من 15 فبراير يبدأ صياغة الدستور بحيث إنه على أول إبريل تجر انتخابات الرئاسية و15 إبريل الأعادة ثم يكون عندنا رئيس يوم 16 إبريل إن شاء الله بإذن الله إن شاء الله الأهرام مفاجئات في محاكمة مبارك والعدلي والشوية نسيناها الفترة اللي فاتت وصل والله أنا مع نسينا يعني أنا شايف إنه الحياة إنه مبارك يستحق العقاب وهذا كلام لكنه مبارك أصبح جزء من الماضي الحقيقة إنه ما يجب أن يكون في بقرة الاهتمام الناس هو المستقبل مبارك يخضع للمحاكمة طبعا فيه مشكلة كبيرة في إنه نحاكم محاكمة مدنية كما يحاكم الآن هو كان مفترض إنه هو يحاكم أمام محاكمة خاصة لأنه هو شخص خاص رئيس الممورية في مصر كان منصبا خاصا فليجب إنه نحاكمه بتهم كما نحاكم اللي عمل مخالفة مرورية ويجي قاضي ويشكك في الأقوال ويجي قاضي ويشكك في أمر النيابة قول ده إذن النيابة طلع قبل مش عارف إيه إنما فيما يخص مسألة المفاجآت هو الحقيقة طبعا مش مفاجآت ولا حاجة فريق الدفاع بتاعه اللي هو جاي من الكويت بيحاول يخلط الأوراق ويخلط بينما حدث فيه 28 يناير من قتل سافر للمتظاهرين وما حدث بعد كده في شارع محمد محمود وفي شارع مجلس الوزراء من أجل يعني إيجاد صغرة في القضية اللي حصل الفترة اللي فاتت فهو موازي تماما اللي حصل برضه أثناء الصورة يعني مين يحاسب برضه ولا يعني خلال يحاسب لا شوفي أقولك على حاجة هو الحقيقة يمكن بالنسبة ل28 يناير الأمور كانت فيها وضوح أكتر يعني يعني إحنا هنا هنحاسب ممكن نحاسب المجلس العسكري مفيش حد المفروض يجب أن لا يكون هناك شخص فوق المحاسبة يعني إذا كانت الصورة دي لها هدف ولها أن تنجح فهو يجب أن يكون أنه مفيش حد سواء كان كمان سائر أو مسؤول يعني إحنا برضو مشكلة إن إحنا ما بنقدرش نحاكم الصور لما بيغلطوا ما حدش فينا يقدر يطلع ويقول أصل الصور أخطأوا في أمر ما دي جريمة الإعلام بيتملق الصورة بالضبط زي ما كان بيتملق حسن مبارك ودي أزمة إحنا فيها الحقيقة أكيد دي أزمة إحنا فيها ويمكن عملوا استفتاء عن هل الإعلام هل أنت مع الإعلام حاليا في إن هو يقوم ببعض إن هو بيحاول يكبر مواضيع عويفة في ناس قالت أحيانا وفي ناس قالت نعم وكانوا كتير الحقيقة خلينا في المصر اليوم يعني عشان إحنا نكون عيش ناخد الدولي يتراجع عن زيارة القاهرة والجنزوري يرجع إلى الثماني الكبار طبعا الوضع الاقتصادي في مصر الاقتصادي الكل وخصوصا الميزانية يعني ليس جيدا موضوع صندوق النقد الدولي عادة قروض صندوق النقد الدولي بتبقى يحويد بها الكثير من المشكلات من زمان من أيام يعني كان فيه شخصية مشهورة كده رسموا عليها كاركاتلات كتير عبدالشاكور شعلان ودائما كان يعمل لنا مشاكل علشان يدينا أي فلوس لكن فرص إن إحنا نحصل على قروض ومساعدات خارجية ليست قليلة يعني إحنا الدول العربية وإن كانت بتتلكأ في تقديم القروض لكن اقتصاد مصر يسمح لها بالاقتراض ويسمح لها بالاقتراض بتكلفة ليست عالية دمامات كبير جدا ليست عالية يعني مؤسسات التمويل اللي موجودة في المنطقة العربية على الأقل ليست قليلة واقتصاد مصر كما قلت لأنه أسس الاقتصاد المصر بالحقيقة أسس قوية الاقتصاد المصري يعني بعيدا عن البورصة وبعيدا يعني بمجرد أن يستقر أنا يعني أحمل قدر كبير من التفاؤل بس الأمور تهدأ يعني كل الأمور متعلقة بجوانب سياسية وليست بجوانب اقتصادية الأهرام الأهرام المالية تبحثت بير مئة مليون جنيه لاستكمال انتخابات مجلس الشعب أنا مفاجأ الحقيقة يعني كده واضح أنه انتخابات تكلفت الكثير الكثير جدا لشان كده أنا يعني بأدعو المرشحين الذين لم يحلفهم التوفيق أن يترياسه قليلا في مسألة الطعون لأنه واضح أنه احنا يعني مجلس الشعب ده وقف علينا بالغالي فبلاش نهده بسرعة أو يعني نطعم فيه بسرعة لو رحنا للأخبار هنلاقي أن الإخوان والسلفين والليبراليون حضروا جلسة افتاح البورصة والله خطوة يعني إيجابية يعني منذ نتائج المرحلة الأولى وبقى فيه هاجس لدى دوائر الاقتصاد سواء في مصر أو برة بشأن موقف الإسلاميين على وجه التحديد من الاقتصاد بشكل عام فزيارة حزب الحرية والعدالة وحزب النور اللي هو يمثل السلفين والإخوان المسلمين ومعهم حزب المصرين الأحرار اللي يمثل الليبراليين للبورصة واتفاق الجميع على أن ضرورة مساندتها أعتقد أنه هيدي رسالة إيجابية ما جابتش نتيجتها بسرعة لأنه الحقيقة مبارح البورصة ما كانتش خزالتهم شواء وكان الأداء ليس جيدا لكن ده ملوش علاقة طبعا بالزيارة بشكل موش بس يمكن قدر ترجع النص اللي حاصل البورصة مرتبطة بالمناخ السياسي أكتر منها بالحقائق الاقتصادية اللي على الأرض لو روحنا للخبر الأخير المصر اليوم النائب العام يطعن على الحكم في قضية خالد سعيد اللي المطالبة بتشديد العقوبة طبعا خالد سعيد اللي يرحمه هو أيقونة الثورة المصرية وقضيته كانت لعبة دور أساسي في تحريك الكثير من المياه الحكم اللي صدر بالسجن سبع سنوات على الاتنين المخبرين هل لم يكن حكما مرضيا إذا احنا تصورنا السيناريو اللي تقدمت به أو تضحت به الصورة بعد كده لأن الأمور كانت تبدو أقرب إلى القتل العام دي وليس الضربة الذي أفضل إلى موت فطعن النائب العام على الحكم الحقيقة أسلج صدور الناس لأن النائب العام هو القائم على الدعوة العمومية هو يمثل المجتمع ويدفع عن مصالقه ولسه معنا خبر أخير هو في الشروق صفحة أربعة بيقولوا إنه علاء عبد الفتاح يروي للشروق تفاصيل 56 يوم في السجن كان مبارح كان خروج علاء عبد الفتاح والناس احتفلت بيه احتفال يعني كبير جدا الحمد لله على سلامة علاء عبد الفتاح 65 يوم 56 يوم في السجن فعلا يعني فترة قاسية والراجل كمان في الفترة دي طروزك بابنه خالد فهو الراجل بيحكي يعني عن معاناته في السجن واحنا الحقيقة يعني كلنا كلنا عنينا وهو الراجل بيدفع تمن مواقف لكن في نفس الوقت أتصور إنه الموقف الدعم الشعبي والدعم العام دعم الرأي العام علي عبد الفتاح ساعد فيه إنه نحتوي هذه الأزمة سريع بكده أستاذ أشرف يعني تكون خلصت أخبارنا النهاردة في الصحافة أنا بشكرك جدا على وجودك معنا نهاردة وعلى النهاردة كلامنا عن الأخبار الموجودة في جميع الجرائط بشكرك على وجودك شكرا بشكولي مشاهدينا كان معانا الأستاذ أشرف البرباري هو رئيس قسم الأخبار بجريدة الشروق هنروح للفقرة اللي جاية على طول بس هنشوف قبل ما نروح للفقرة اللي جاية تقرير هو في سائد الصوي كان فيه افتتاح مهرجان أفلام حقوق الإنسان في دولته الرابعة ضم المهرجان أفلام تناقش خضايا حقوق الإنسان في مختلف دول العالم رحشوا في التقرير ونرجع عطور على الفقرة اللي جاية